عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تحفظاتها حيال إغلاق طريق الهجرة عبر دول البلقان الذي يأمل قادة أوروبيون في إقراره في ختام قمة استثنائية في بروكسل وقال مصدر الأوروبي إن رئيس المفوضية الأوروبية اعترض أيضا على الصيغة التي أبقيت في مسودة البيان الختمي للقمة الأوروبية المخصصة بشكل رئيسي للتعاون مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن تكون السنة الإيرانية المقبلة أفضل من السنوات السابقة بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإثر الانتخابات التشريعية التي عززت مواقع النواب المعتدلين من كل التيارات وقال روحاني في مؤتمر صحفي عقده قبل بضعة أيام من بدء السنة الإيرانية الجديدة أنه بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي ورفع قسم كبير من العقوبات منتصف جنفي بدأ نشاط المصارف الأجنبية في إيران وازدادت صادرة النفطية بأربعمائة ألف برميل بدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية مناورات عسكرية واسعة النطاق في اختبار سنوي لدفاعاتهما ضد كوريا الشمالية التي وصفت هذه المناورات بأنها تحركات حرب نووية وهددت بالرد بشن هجوم شامل ورفضت كوريا الشمالية انتقادات لبرامجها النووية والصاروخية حتى من حليفتها القديمة الصين وفي الأسبوع الماضي يمر الزعيم الكوري الشمالي كين جونغون بلاده بالاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في مواجهة ما يصفه بالتهديدات المتزايدة من الأعداء انطلقت في أبوظبي فعاليات النسخة الثالثة من القمة العالمية لصناعات الطيران بحضور ألف من كبار المسؤولين وأكثر من 140 إعلاميا من 59 دولة وتناقش القمة أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات العاملة في قطاعات صناعات الطيران والنقل الجوي والفضاء والدفاع